اختتام وانشطة التمارين التدريبية لصالح أعضاء الفريق الطبي للسعجال المكون من 25 مشاركاً من أطباء وممرضين وذلك بالتعاون مع المنظمة العالمية للصحة اختتام هذه الانشطة يأتي بعد تمكين المشاركين من التعرف على الطرائق وإجراءات التدخل في حالة حدوث كوارثة أو أوبئة تستدعي التدخل السريعة والحيطة والحذر وزير الصحة تجول في العروض الميدانية التي أشرفت عليها ذرق التأطير واستمع إلى الشروح المقدمة من قبل لجنة التكوين حول طرق التدريب والتكوين ومدى إسهامها في التعامل مع هذه الحالات استخلاصاً لدروس كوفيد جائحة كوفيد تم مؤخراً إنشاء مؤسسة عمومية تسمى المركز الوطني لعمليات الطوارئ كنسب وفي إطار تفعيل عمل هذا المركز زرت اليوم هذا التمرين الميداني المنظم لإنشاء فرق التدخل الطبي سريع للتكفل بحالات الأوبيئة لا قدر الله وهذا التمرين منظم بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية مشكورة وبالمناسبة ربما موريتانيا هي دولة ثالثة التي يتم فيها تكوين فرق للتدخل السريع في مجال التكفل بالأوبيئة ممثلة المنظمة العالمية للصحة في بلادنا ثمنت الجهود التي تم القيام بها من توفير للظروف الجيدة لمذل هذه الأعمال واستعداد الطواقم الطبية للتكوين مضيفة أنها ستكون إيجابية في مجالات التعامل مع الأوبيئة وما يشابهها من أمراض معربة عن شكرها وطاقمها لوزارة الصحة على التعاطي الجيد والتفاعل الإيجابي وستتواصل التمارين والعروض النظرية والتطبيقية طيلة يوم كامل لأعضاء الفريق الطبي الوطني حول التدخل السريع من أجل دعم النظام الصحي الوطني وتعزيز قدراته وكذا مساعدة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للصحة عند الحاجة